تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اختتمت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الرابعة للإنتاج المحلي والتي أقيمت بميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة وبرعاية منظمة الجواد العربي وبهذه المناسبة أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن إقامة مثل هذه البطولات تأتي في ظل الحرص على إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة وما تتميز به مملكة البحرين من أجود أنواع الخيل مشيدا بالمستوى التنافسي الطيب الذي أظهره المشاركون باليوم الأول من البطولة وهم يشيروا إلى مستوى الإعداد الطيب لهذه البطولة وحرصا على تحقيق النتائج الإيجابية وأضف سموه أن الجهود التنظيمية كانت كبيرة من أجل إظهار المستوى الطيب مؤكدا سموه أن هذه الجهود ساهمت في إظهار المستوى المنشود مشيرا بالوقت ذاتي حرصا مشاركين على تقديم جولات تنافسية ذات مستوى طيب في مختلف المسابقات موسيقى موسيقى